تعالوا نعرف مع بعض النهاردة ايه هي المصادر بتاع الدهون الثلاثية في الجسم يعني بتجلنا من بره الجسم منين احنا قبل كده اتفقنا في الحلقات اللي فاتت ان مصدر الدهون الثلاثية كله جاي من بره الجسم تعالوا نشوف كل المصادر اللي ممكن يجلنا منها الدهون الثلاثية اول مصدر معنا النهاردة هو الاكل الزائد عن حاجة الجسم اتفقنا ان الجسم ليه حد من السعرات اللي هو بيحرقها كل يوم لو انت اكلت اكتر من السعرات دي فأي فائد من السعرات بيتخزن مباشرة على شكل دهون علشان كده دايما بنقول لما بنيجي نعمل رجيم أو نعمل ضيت بنقلل أو بنعمل عجز في مدخلات الجسم من السعرات علشان نبدأ نحرق في الدهون ولكن طبعا أغلبنا عنده سعرات زيادة عن احتياجات الجسم بتاعه والسعرات الزيادة دي كلها تروح تتخزن على شكل دهون ثلاثي رقم اتنين الدهون القادمة من النشويات الزيادة والنقطة دي شرحناها في الحلقات اللي فاتت وشرحناها في حلقات مقاومة الانسولين اللي تكلمنا عليها بالتفصيل قبل كده قلنا ان النشويات الزيادة فوق احتياج الجسم الجسم بيحتاج قدر معقول من النشويات كمصدر للطاقة كلنا بقى بيأكل نشويات كتيرة جدا وخصوصها النشويات المصنعة زي الدقيق والسكر والمقارونة والحلويات والشوكولاتات والعصائر كل الكم الهائل من النشويات اللي داخل جسمنا ده الفائد بتاعه بيروح يتحول للجليسرول والجليسرول ده بيتطبط مع تلاتة من الاحماض الدهنية ويكون دهون سلسي وعلشان كده النشويات الزيادة بتتحول لدهون في الجسم والنوع ده بيكون اشد واخطر من الدهون نفسها اللي داخل الجسم رقم تلاتة الاكل المقلي زي الطعمية زي البتنجان المقلي زي الفراخ البنية كل الحاجات المقلية في الزيت العميق ده واحد من اخطر الحاجات على الصحة بشكل عام هو عملية قلي الطعام الغزير في الزيت وهو من ضمن او اخطر الاسباب اللي بتزود الدهون السلسية في الجسم رقم اربعة الطران صفات او الدهون المصنعة او الدهون المهدرجة او الزيوت النباتية او السمن المهدرج اللي هو تحول من حالة الزيت لحالة السمن اللي بنقول عليه المارجرين كل الحاجات دي من الحاجات الخاطرة جدا على الجسم اللي بتزود من الدهون السلسية وللأسف معظم الحاجات اللي أنا تكلمت عليها دلوقتي دخلها في كتير جدا من الصناعات عايز تحمي نفسك من الدهون المهدرجة دي ومن الزيوت المصنعة ابعد عن أي حاجة مصنعة واعمل أكلك في البيت رقم خمسة واحد من أكتر الحاجات اللي بتزود الدهون السراسية شراب اسمه شراب الفاركتوز هاي فاركتوز كورن سيراب أو شراب الفاركتوز المحلون ده بيعمله بإيه؟ بيدخل في الصناعات بتاعة التغذية كلها لأن سكر الفاركتوز اللي هو أصلا مشتق من الفواكه أشد في طعم التسكير أو الطعم الحلو بتاعه من سكر الجلوكوز اللي هو موجود في جسمه فعلشان كده بيستخلصوا سكر الفاركتوز وبيدخلوا في صناعات كتيرة جدا وبيعملوا منه كده زي الشراب أو زي سائل بيسموه هاي فاركتوز كورن سيراب أي حاجة مصنعة غالبا قطشب ميونيس حلويات كيكات أي حاجة هنلاقي فيها البتاع ده داخل فيها هنقلب بس ظهر العلبة كده هنلاقيه وليه اختصار كده اسمه هاي فاركتوز كورن سيراب ده من أخطر للحاجات اللي بتدخل الجسم وبتتحول لدهون ثلاثية رقم ستة وآخر نقطة معنا الفواكه الفواكه طبعا شيء مفيد جدا مضادات أكسادة وفيتامينات ومعادن وألياف وحاجات حلوة جدا للجسم ولكن بقدر معقول بدون إفراد الإفراد طبعا في أكل الفواكه لدرجة أن فيه رجيمات أصلا قايمة على أكل فواكه طول اليوم بيدخل كمية سكر كبيرة جدا للجسم وبالتالي كمية السكر الزيادة عن الحد دي ومعها كمان سكر فاركتوز زيادة عن الحد كل ده يروح يتخزن على شكل دهون ثلاثية ترجمة نانسي قنقر